ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتي تعرفين تسوقين قصدها معص رخصة ايه اعرف اسوق ومعي رخصة ايه ما شاء الله كم ذولي واش تابين تابين تتعرفين اذا هي جيدة بالحساب يا بترحالة خلنا نشوف خلنا نشوف تمكن تطلع حولة ولا تندخلين لا تندخلين في الدخوي والدخوي اذا اثنين كم معدلك بالجامعة معدلي اربع ونص اوفا اربع ونص اربع ونص من عشرة يعني مقبول يعني ضعيف انا قيلت الستلبن فيها بلى فيها بلى اربع ونص من خمسة مو من عشرة شكلك ما انخلتي جامعة يا حبيبتي انا جامعتي ودكتوراي من جامعة الحياة مو بجامعتكم ذي اللي ما دروا اشتابين انتي تعرفين تطبخين ايه اعرف اطبخ قصدها طبخ 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 ونص جريش وقرصان ومرقوب مبسا القبيض ايه طبخ طبخ ما شاء الله عليها قلبت جميلة وكل شي فيها طيب خلاص يا مروضا انتوا اسئلوا عن ولدنا وردوا علينا ايه ان شاء الله على خير هذا هو عامر يدك ايه ايه خلاص يلا هذا انا طالعين ثمان الله يلا يلا نشوف السعالة خير للى لا 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 البنذي ما جاءَزت لي يبدو tapa شيء انا اقول انها جايزة تلي وعجبتني ابلش الحين ندور غيرها ولا نخطبها مغرورة مغرورة وشايفت النفسها مدري وش عينيه وفقه بزيادة بعد طيب وش فيها الثقة زينة وهي صادقة الثقة زينة طيب الوصف الثانية معلمتوني عليها قمر قمر يمشي على الارض لا يهمك كلام عمتك اقول خل عنك بس لا طاح الفاس على الراس لك السعب تذكر كلام عمتك ما تصلح لك ذي علمهم يما هي وش رايها فيني وميت تشوف الشرعية هما بيسئلون عنك وبردون علينا بس ها الله الله بالاخلاق الزينة الايام الجاية عمشني بعزز عنك يا عم والله ما تشين عمر خير وشطاري ابدا انت بحسبة ابوي واللي تامر فيه انا تحتمرون بيض الله وجهك وعساك على القوة والله يذبتك بعد عبشني بعززك ما سوينا شي عم عدل اوصيك اذا احد سأل عن عامر قال وش رايك في رجال ما هو برجال الله الله بل كلام الزين هذا نظامك؟ ايه هذا نظامي يصير حيث بيضاً 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 عنك عنك الجار عد لا وصيك إذا حتسأل عني الله هلا بالكلام الطيب ما شرب سعدك على خشبي صحيح يا مراضة؟ الله يبشرك بالخير اي اي خلص الحين اقول له الحين فمالة فمالة يا عامر عامر يمو سمي تعال تعال خير خير وش فيه؟ ابشرك ابشرك الجماعة اسألوا عنك اسألوا عني ايه الله يستر وش النتيجة؟ النتيجة طيبة وافقوا وقالوا الله يحييكم اكيد ايه؟ اكيد يمو ما تفزحين انا ومستهنس حضراتك لهم اسألوا عليك اقول مالة عليك بس خلك مثل عمتك عمتك حصة اشوف هذه منفقة الحيل انا عمري 35 سنة ولا اتزوجت للحيل المهم يابوني يشوفونك اليوم علشان تشوف البنت وهي تشوفك والله يتمم لكم على خير سريع سريع ايه؟ طيب ما يمديني روح احلق وحد دش شرب ولمع واجهي وبعد؟ تبين تروح الحلق حضراتك تزيّن لها؟ يا رجال خليك فقيلة قل رفق لترى البنات ما يحبون الرجال خفيف ابشرك وش خطتك المستقبلي يا عامر؟ اكون اسره واصير عنصر فعال في المجتمع ويشار الي بالبنان واكون او لا اكون ما شاء الله ما شاء الله حدثني عن طموحاتك عندي اولويات يا عم اهلي وزوجتي وهل زوجتي سعاتي من سعادتهم لأنهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي هذه بنت الغالية روضة وهذا عامر عادة نستأذنكم واجيكم بعد شوي أنت روضة ايه؟ مع أنه المفروض بالجامعة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وش ده الزين وش ده الجمال ما شاء الله الله لا يضرس يا رجاء خليك تقين اذق رصق لترى البنات ما يحبون الرجاء الخطيف هل تفضلين الزوج التاجر ام الفقير؟ أفضل التاجر فكرة وثقافته وتعامله طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس أبلش جواب ذكي وغامض وخطير وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامبة وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوفة الشرعية تمت وبتجيك النتيجة من أمي أصدقة عمتي حصة يوم قالك شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة بس والله زينة الجمال موكل شي يا عامر خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة السلام عليكم مع السلامة أنت شايف نفسك وش علي؟ ليش ما تبيها؟ مغرورة وشايفة نفسها آها مغرورة وشايفة نفسها هالكلام هذا أنا قلتها لأمك بس أمك الله هديها رأسها يابس لا تسمع الكلام أقول أترك الموضوع علي وزهلها بس أم عصي ما بكت الدخلين بيني وبين ولدي عاد أنا قيل لكم هذي شروطي إذا ما توفرت ما راح أعرس من زينك عاد شروطي وشروطي ومن اللي بيقبل بك أنت أنت وشروطك لي خلوا واحدة تقبل بك أول لا يا شيخة الحين مو بتبوني أتزوج وأستر على نفسي خلاص جيبوها على هواي أنت مو قل تبي واحدة جميلة ومثقفة هذي البت جميلة ومثقفة لكن هذي ما طلعت مثقفة طلعت فيلسوفة وذكية وانت يا الكمخة تبي واحدة غبية عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امرأة تأكد أنك في مأزق مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي فيه مأزق بعدين هالجملة دي موي سارق هنت من المكتبة قصدي الزوجة الذكية يا عمّة تورط زوجها أي هذا إذا كان ذكاء الرجل الله بالخير عارف قصدك يا عمّة وبمشيها بس أبيك الدولي اللي على زوجة ثانية أقول يا أبو صالح سم أبقى توصي أبو صالح إلا تعرف أنت جواد بس شرط أنها في الأبشن في الأبشن؟ موتر ولا بنت؟ زوجة العامر يبيها كاملة الوصاف كاملة المواصفات هذه لازم تفصل تفصيل بندور رقع بس لا تنسى توصي زوجك و بناتك اللي هو أجودية تعلمنا وكمل موديل قصدي وش المواصفات؟ يجي 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 عجيب والله طب هو راح فيني حق ليه؟ هذه حياتك من العزوبية تابعوا مسلسلات متسدحين بس كامل زيميلو كامل أي الله عامر ما شاء الله وش ده الزين وش ده العطورات من يبدأ العادة؟ لا يا شيخ الحمد لله كل يوم خطبة ونظرة شرعية ما نمثلكم؟ يا عيال يا عيال باركولي أخيراً لقيتها ألف مبروك أهم شيء يكون جيران أنا كويسين وكل شيء فيها جديد ايش دخل الجيران؟ أنت مو بتقصد الاستراحة الجديدة اللي ندورها؟ لا يا ابوة أنا خلاص لقيت نصفي الثاني يا ابوة أنا كتبت كتابي يعني صرت مؤلف يا فقي انت ما تفهم؟ خلاص هتطلق العزوبية أنا هتزوج أه حط على السعودية الرياضية أقول عامر ما رأيك بذل البنت؟ أعتبرها عادية ما عجبتني عسى ما كلمتها لها ما عجبتني أقول يا توم كروز تعرف من هي ذي؟ من هي؟ هذه كاترينا غزاي ملكة جمال الكون إذا هي كاترينا غزال أنا عامر علي وما عجبتني عامر علي كلاي أقول أقول انت مت تفهم انت مت تفهم؟ إذا ملكة جمال العالم هذه ما عجبتك؟ من هي بعجبك أنت؟ ناظرت خشتك أنت في المراية ناظرت وجهك أنت أنا بتأكد أنك ما شفت وجهك من زمان عاد أنا ما عجبتني ودوري لي غيرها يا ربي إذا الولد ذبحني وش أسوي بك ها؟ أذبحك 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 أنا أذبحك أبشرك يا أبو عامر مصالح لقت الفل أبشن اللي تبون تعدها؟ تنكت أنت؟ زوجة زوجة العامر من هي بنتها؟ أين قالهم؟ بنت أبو خالد هامور العقار أبو خالد ما غيره؟ أي أبو خالد راع العقار لكن الشرط إن شرط تدفعون عند الرؤية الشرعية عربون إذا جازت لكم البنت زين على زين وإذا ما جازت يروح عليكم العربون حاشا هذه قطعة أرض بهم زوجة موسيقى عامر حاجة أربiende و rece fait حاجة حاجة عامر 無قيت منك الزين الزين عندنا والشين حوالينا يا حبيبتي لقيت العروس اللي مفصلتنا تفصيلين على عامر كاملتنا الأوصاف وش زينة تقل غزال زين اللي لقيتكم اسمعوا أقول اسمع انت والله لو انك منتب ولد وخوي موقف معك بس اش اسوي ولد وخوي لازم اوقف معك بشري لقيت لك عروس من هي هيفا هي الله من فضلك ومالك إلا هيفا الاسم بطل بس بيشوفها قالوا بيسألون عنك ثم انتشوفها عادي خلهم يسألون ماذا يعني لك الورد يذكرني بجمال وعبير زوج المستقبل من هو مخترع مكينة الخياطة وش جوك انت ايه هذا الزواج مهبلع بعيال جاوبي سريع سريع يلا المخترع سنجر عام 1848 ميلادي هل تعرفين لغة القمر انا اعرف بس لغة الشمس اجل انت قوطية ايه نصروية وافتخر الحمد لله الذي اظهر ميولا قبل ما يصير خطبة ولا الزواج يعني انت هلالي ايه هلالي انا الزعيم الشقردي العالمي ولو مهرك بريال ما دفعتها وانت لو تدفع مليار ما قبلت فيك يا هالطاقية لا يا شيخة مزين وجهز كره مع السلامة ان شاء الله نرد لك خبر في اقرب فرصة عامر عامر وين رحتي عامر سم يا عم موجود تقدر اتوكل اوها الحين وبرد لك خبر يعني امشي هي هي مش رح مع السلامة ها بشي رصاق ما تصلح شلما تصلح شلما تصلح يا أخوي يا أخوي البنت هذه فيها كافة المواصمات ربت بيت متعلمة مثقفة ايه بشينا وشينا وشينا يا روميو من زين كنت وجهك يعني خلاص مساعدت اتزوج انت انا اتقايل لكم ابي زوجي فل اوبشن سابون جميل الله المستعان سابون جميل الله المستعان طيب ما علينا تعشيت لا ما تعشيت شلو انا تعش وانا جالس عند الرجال خلاص اجل مش رأيك روح انت تعشي عندي في البيت فكرة حلوة يلا مشينا يا هلا يا هلا والله زاعتنا البرك هلا بأخوي عامل هلا هذه ريمة ايه ما شاء الله كبرت ايه طبعا كبرت ما شاء الله شوف صارت عروسة بعد يلا حبيبتي سلمي على الموامل يلا 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 على حبيبتي هلا عشاء الله الله يحفظ ترى كنت بعطيس خمسة ريال بس ما حفظتي بالسيارة يا قديمة لحركات من ايام الحارة عبيبتي يلا عيوني وحي الماما قول لنا زبطنا الشاهد يلا عيوني يلا ماما الله لنا يتروك من عقب السروال والفنيلة والثوبة المقطع الحين نضافت وست البزين وريحت كشمبو عامل شي كنت قلت ترحنا الحمدلله ان انا تزواجت والمدام سنعتني رتبتني عطرات وعركات وثياب شيف حتى الشمغ مكوي الله يخليكم البعض ماما 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 الوجه هذا مو غريب علي ماما اقصد ان المقابلة انتهت والشوفة الشرعية تمت وبتجيك النتيجة من امي صديقة عمتي حصة يوم قالك شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة سبحان الله نصيب ماما ابشرك عامل لقتلك زوجة حجازية متعلمة دلوعة ست بيت تسويلك مونتو فربوزة كاملي سليك ها ايش قلت؟ كافو اصبر خلنا اشوف موعيدي اقرب موعد الثلثاء ثلاثة ديسمبر اوكي يناسبكم لا وش عندك؟ عبد عندي شوفات شرعية انتبه 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 يا شوكوش ترى بيفشلك متل ما فشلني انا زوجتي شافت له واحدة فل اوبشن على قولتن ورفض بس يا حبيبي يا عماد بس بس يا حبيبي كلها ساعتين وناخذ امك من الزواج بس يا حبيبي يا عماد قل ياوا قل ياوا يا الله الحين نسمي ولدك عماد؟ لا امه سمته على خالها خذ خذ غير لحفاظه ترى بيحتم خيصه انتبه بس 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 يا حبيبي يا عماد يلا 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 يا عامر ترى الدعوة ما هي فل لبشن اهم شي التوفيك اه الدنيا حظوم الله يرزقني مثل ما رزقكم وش فيك اولا يدينك السبوة ما طالت من البيت؟ اخوياي كلهم اعرسوا وانا باقي ما اتزوشت لا اتزيبتان الزواج عندي شعب البناتها الرياضة كلهم ولا عجب انك سلوقي؟ يا ابو عامر ارفق على الولد الزواج ما هو بيدة الزواج قسمه ونصيب يكي لا 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 Immer الزين عندنا وشين حوالينا لقيتها لقيتها ومباركان عرسانه فنيع ليلة روبعة للقمرة انتهت عقدتك يا عموري الله يشكلكم Br ass inflown Leadership لقيت لك المكتب المتخصص في الزواج يجيب لك العروس الى انت بها بالمواصفات الى انت بها الله يصدك وانجكتوا zrobić كماذب خانوا وجهي منظوم ماذا يعلو ولد الله يهديك؟ الحقيقة هي عدد الفيزيوية تعوذ ابن بليس يا أبو عامر الحقيقة هي عدد الفيزيوية عجيب والله حياكم الله يا هلا أهلا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله المكتب مرتب وكل ما فيه يفتح النفس ما قصرت هذا من ذوقك شوفوا يا مشاعل هذا عامر وأنا عم متحصة ما شاء الله على ولدنا كلها ملح وقبله لفين الرياض كلها ندور لي على عروس وما لقيه للحين بنات الرياض كلها شافن ولا عجبته ولا واحدة وحنا مدحولنا مكتبكم أنكم تجيبون ما شاء الله عروسات حلوات مثل السشروات نبي عروس الولدنا غريبة ما تزوج لحيني مع أنه كيوته أخلاقه عالية أنا الله ميري سلمس يا مشاعل يا عامر هذا أول زواج لك؟ الأول ولا خير اسمعي يا مشاعل خلنا علمك عيوب عامر قبل ما حاسنا ولدنا ما شاء الله عليه رقيق ورومنسي وحبوب وطيوب ويحب يلعب مع البزارين أموت في الأطفال أنا القم يابو ثلاثة ويابو ثلاثة وشهر الليل يابو ثلاثة ويابو ثلاثة ويابو ألعب ونت ساكت وعيبة الثاني أنه يحب اللي تكيت ياكل بالشوكة والسكينة تدرين حتى الرز والكبسات ياكلها بالشوكة؟ ما شاء الله وهي صادقة يقولون لكل بيدك أقول لهم لا معصر والعيبة الثالث يا شوشو أني أنصار ومنسي وأقل للأسف منسي خلص من اليوم يا عامر ما رح تصير منسي وهذا يا مشاع الملفة فيه كل شروطة وعيوبة وكل شيء تبينه موجود بها الملف إن شاء الله أسبوع واحد وأتواصل معكم ممكن هير ها بشرة ويصار أبشرت مشاعلي إن شاء الله ما قصرت قالت أسبوع وترد لنا خبر يحي خلاص اي هي خلاص هالمفتح بها سوركة العلالة إن شاء الله كلها أسبوع يردون لأخبر كأنها بدر لظاهروا بالعيدة لضحى الرموش مسطرح كلها عساكر ولي منه وكتاك أنا لجي لجي أكتاك لجي أكتاك لجي أكتاك وكل عزال عادم والفراد حياك الله يا أخ عامر وأنا أتشرف من سبك أشرف لي يا عامر السلام عليكم وعليكم السلامة أنا أستاذينكم مع السلامة وأخيراً لقيت كامل المواصفات الليبيا ألف مبروك علينا يا أشوشو بعد ما درست ملفك تضح لي أنك ما تناسبني أنا طب ليش لأنني أدور على زوج فل أبشن أركب ديت أنا شباب البوم